اشتركوا في القناة على تسهيل وتذليل جميع العقبات التي تعترض المشروعات التنموية وإتاحة الفرص للمستثمرين كما أكد الرئيس السيسي أن دولة تقوم بتنفيذ المشروعات وفقاً للمواصفات العالمية مشدداً على أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا وفقاً للمعايير الأوروبية تنطلق اليوم فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي وتمويل الإنمائي في نسخته الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر المنتدى ممثل حكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء أساسات التمويل الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيث يستهدف المنتدى مناقشة جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19 أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي عن تفاصيل إطلاق المعرض والمنتدى الطبي الأفريقي الأول الذي تصطدفه القاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر يونيو القادم حضر الاحتفالية عدد من الوزراء وسفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية المعتمدين لدى القاهرة كما شهد المؤتمر حضر عدد كبير من ممثل المنظمات الإقليمية والأفريقية المعنية بتطوير المنظومات الصحية فيما يتعلق بأخر مستقدات فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 378 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا وعشر حالة وفاة هذا وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى خروج 674 متعافي من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجماليون متعافي من الفيروس إلى أكثر من 243 ألف حالة يتوجه المغاربة اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويد في الانتخابات البرلمانية والبلدية ويبلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية أكثر من 17 مليون وخمسمائة ألف شخص بينما يشارك في تلك الانتخابات أكثر من 30 حزب سياسي تتنافس على 395 مقعدا بلمانيا إلى تونس حيث وجدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على أن تدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرق في إطار الدستورة وخلال استقبالها لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دين دياس أكد الرئيس التونسي أن المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضي على الفسد من تونس إلى العراق حيث أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الوصول إلى الجاهزية التامة فيما يتعلق بإقامة الانتخابات في أكتوبر القادم وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة أوفت بالتزاماتها وانهت جميع متطلبات العملية الانتخابية الفنية والأمنية داعيا القوى السياسية إلى الدفع باتجاه حث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات زار الرئيس جو بايدن ولاية نيوجيرسيل متضررة من الفيضانات بعد الاضطرابات اللي ناجم عن أعصار آيدا وتعهد بايدن بتقديم مساعدات فدرالية كما دعا إلى التلاحم الوطني بعد أن دمرت آيدا أجزاء من ساحل الخليج الأمريكي وأطلقت العنانة لفيضانات أشد فتكا في الشمال الشرقي المزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام كذلك يوتيوب شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة